أول عنصر أساسي هو شخص الرب يسوع ونلاحظ كلمة حسب الكتب فالمسيح حسب الكتب موتوا حسب الكتب دفنوا حسب الكتب قيمتوا حسب الكتب عشان كده في له هذا المسيح الذي نكرز به حيا مقاما من الأموات المخل الطريق الوحيد هذا المسيح له مواصفات ومؤهلات كتبت عنه في العهد القديم وتمت هذه النبوات في عهد جديد وبرضو كده زي بيقول على الهامش كلمة الله الكتاب المقدس الستة وستين سفر كتبهم أناس الله موصوقين بالروح القدس أربعين كاتب يا أخ نزار الرب استخدمهم على مدى 1600 سنة ومع هذا لا يوجد تناقض ولا عندنا ما يسمى بالناسخ والمنسوخ لأن الكل متكامل عشان كده وبفترات زمنية من آلاف السنين من أماكن مختلفة لا أحد يعرف عن الثاني بالضبط خلفيات كمان فيهم المتعلم جدا وفيهم الراعي وفيهم الملك وفيهم الطبيب فعندنا تحت مواصفات ومؤهلات الرب يسوع كام موجود عندنا نبوات عهد قديم وتحقيقها في عهد جديد أنا مش عاوز أخذ وقت البرنامج في سردها لأنه أكيد حضرتك غطيت هذا بس حلو نذكرهم حتى لو ذكر طيب ممكن أجرهم لك بسرعة يعني مثلا مواصفات الرب يسوع كمخلص هو وحده نسل المرأة المذكور عنه في تكوين 3-15 اتحققت في روميا 16 عدد 20 ويوحان الأولى 3-8 أنا هتكلم على الموضوعات مش هذكر الوقت الشواهد وممكن حضرتك لو عاوز تحط الشواهد بعد كده على الويبسايت نسل الموعد فيه نبوعا ولدته في بيت لحم ولدته من عذراء المجيء عند ملء الزمان يدعى بالمسيح الرئيس هو من نسل يعقوب من صبت يهوزة ابن داود ابن الله ابن الإنسان يلقب بعم نوئيل زي أشعية 7-14 ومتى 1-22-23 أشعية في العهد القديم نبوات متى في العهد الجديد يلقب برأس الزاوية بالعبد والخادم بيهرب إلى مصر نبوات هوشع أصحح واحد عدل 11 بيتكلم عن الهروب إلى مصر وتم في متى 2 هناك من يهيئ الطريق أمامه بيتكلم عن يوحن المعمدان لديه غيرة غيرت بيتك أكلتني لما طرد باعة الحمام والصيارفة كان له مهمة هذه المهمة أيضا حسب الكتب حسب الكتب يعني في العهد القديم وتممت في العهد الجديد فدشا هو الذي دشا العهد الجديد كرز بالإنجيل هو الذي كرز بالإنجيل أشعية 61-61-3 بتكلم عن رب يسوح هو الذي يكرز بالإنجيل نعم وهنا تم في لقى 4-17-19 يأتي بالسلام هو رئيس السلام نعم سلاما أترك لكم سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا هو رئيس السلام هو بيوحد شعب الرب هو بيدعو الأمم كلها للخلاص هو الوحيد الذي يسحق الشيطان هو الذي أتى بالبر الأبدي ده بالنسبة لي امتيازاته هو عمل معجزات قبل أن يسجد له ودي مهمة جدا مفيش نبي مفيش نبي قبل السجود الرب يسوع وحده هو ابن الله هو الله الظاهر في الجسد قبل السجود دخوله انتصاري كان في زكريا نبوات زكريا بتتكلم عنه ثم مات في الأنجيل الظهور في الهيكل الثاني بعد إعادة بنائه حاجات أخرى كثيرة يا خنزا يعني ملك من الناس نبوات نبوات كثيرة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر